السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حسة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بمناقشة معاني درسنا والفكرة الرئيسية التي وردت في درس ضمادات الجروح هيا نفتع على الدرس ونناقش بعد المعاني والفكرة الرئيسية طبعا تحدثنا بالحسة السابقة قرأنا الدرس عفوا وتحدثنا عن القصة القصة قرأنا القصة اللي حدثت في هذا الدرس ومن هو صانع ضمادات الجروح لما صنعها ايش الاستفادة منها ايضا طبعا فيه كلمات كثيرة جديدة عليكم بدنا نتعرف على معانيها ان شاء الله بهذه الحسة طبعا بدي منكم تستخرجوا لي قواعد من الدرس كما عودناكم من قبل عندي ضمادات طبعا هاي بداية ضمادات ايش منحكي القاعدة عنها ضمادات واحدة ضمادات اللي هي جمع مؤنث سالم انتهت بالف و تا جمع مؤنث سالم في قواعد كثيرة فيك انت تستخرج القواعد يعني انا مثلا همزة متطرفة تنوين فدع تنوين ضم هي اهم القواعد حرف جر اسم مجرور اسم موصول حرف نصب زائد فعل مضارع منصوب اسم اشارة هذول بتكتبوهم تكتبوا وبتستخرجوا لي اياه كلمة فيها الف مخفية يعني في قواعد كثيرة موجودة عندي بهذا الدرس لكن هذول اهم القواعد ممكن عندي همزة على نبرة همزة قطع همزة توصل اذا كلهم اكتبوا لي اياهم استخرجوا لي اياهم طيب الان سنتعرف على المعاني وال فكرة الرئيسية الوردت عندي بالنص الفكرة الرئيسية الوردت بالنص عندي في درس ضماضات الجروح هي ايرل ديكسون هو من اخترع ضماضات الجروح التي بات من الصعب الاستغناء عنها في الاسعافات الاولية هي كانت اي الفكرة الرئيسية اللي هو تعرفنا على من اخترع ضماضات الجروح التي بات من الصعب الاستغناء عنها في الاسعافات الاولية بجيب لك سؤال الفكرة الرئيسية او بجيب لك ايرل ديكسون اخترع ضماضات الجروح هي الفكرة الرئيسية لدارس العيش بسلام أما شهداء الأردن لا دك تعرف أنه الإنسان وهو ضمضات الجروح دك تعرف أنه ضمضات الجروح ما الفكرة الرئيسية اللي ندارس ضمضات الجروح بجيب لك خيارات من بينهم أريل ديكسون اخترع ضمضات الجروح التي بات من الصعب الاستغناء عنها في الإسعافات الأولية المعاني كدمات أثار في الجلد ناجمة عن ضربة جسم صلب دون جرح بيظهر على جسمك كثير مننا منشوف أنه بيظهر على جسمنا زرق أو كلون بنفس السجيع ها من سميها كدمات بتكون أنت تعرضت ل ضربة معينة فما سوفت لك جرح بل هي كدمات يعني تغير لون الجلد إذن أثار في الجلد شو من سمي الأثار في الجلد الناجمة عن ضربة جسم صلب دون جرح اللي هي الكدمات خدوش شعني خدوش؟ هاي الخدوش البسيطة اللي هي أثار في الجلد دون إسالة الدم مثل خدشة بسيطة مثل من قطة من أخط صغير إذا بالغلط ممكن مسمار أو خشب هيكة بارزة بتخدوش الجلد ما بتأدي إلى إسالة الدم تمام؟ الخدوش يعني خدوش بسيطة بدون جروح ولا دم هيك أثار خفيفة في الجلد إيش بيكون فيها دون إسالة الدم أما اللي بيكون فيها أثار ناجمة عن ضربة جسم صلب اللي هي كدمات بننميز بين الخدوش والخدوش والكدمات الضمضات هي لفائف تربط بها الجروح أو الكسور الضمضات أي إش بلف أنا بضمه هاي اسمه لفائف تربط بها الجروح أو الكسور أعدة يعني جهزة أعدة اللي هي جهزة واخترع أو اختراع ابتكار ابتكار اختراع واختراع ابتكار مداوات الجرحة أو مداوات الجرح اللي هي معالجة الجرح ومنحة معناها أعطى منحة أعطى وبهيك إحنا خلصنا المعاني والفكرة الرئيسية لهذا الدرس أي سؤال أي استفسار يبعتوه على المنصة تابعوني بحساس الزوم وكتبوا لي المعاني والفكرة الرئيسية على الدفتر ويعطيكم العافية رابع إلى اللقاء